عن موجة الجفاف التي تضرب العراق والتي كان أخيرا جفاف بحيرتي حمرين وساوى ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي أستاذ تحسين بداية مرحبا بك بحسب مدير ناحية السعودية فإن أكثر من 90% من خزين بحيرة حمرين انحسر مقارنة بعام 2019 ما تأثير ذلك على الأراضي المحيطة بالبحيرة ومن ثم الثروة الحيوانية؟ بداية التحية لك ولكل متابعكم الكرام أهلا بك أستاذ أعتقد أننا مرارا وتكرارا عن الأزمة العالمية بصورة العامة لكن الأزمة الأكبر والحقيقة الضرر الأكبر الذي يوقع على الجانب العراقي نتيجة السيطرة على موارد العراق المائية لكن فيما يخص بحيرة حمدين والتي تتغذى أساسا مغذياتها من أجزاء بالأسفل وما أصاب الشيروان وديال حقيقة هو كله بسبب أنه الموارد هذه البحيرات هي من دولة إيران بعد إنشاء حوالي أو حرف مجرى الأنهر من إيران بحدود 150 كيلو متر تقريبا الإيرادات أصبحت صفر بالنسبة للديال وحمدين فأمر طبيعي أن يكون ومسأل مهم الأخرى أنه السنة الجافة في الموسم الثالث على التوالي والحفار الإيرادات أو قطع الإيرادات من الجانب الإيراني بما دعا وزارة الموارد المائية إلى تغيير استراتيجيتها ومحاولة الآن ضخل المياه للديالة عبر أسفل الخالص بتحويل قناة أمبوبية وحقيقة أيضا هذا الأمر أمر شاق وبالوقت الحالي صعب رغم من التنفيذة ومارس 12 وزارة الموارد المائية لكن هو بيصال لربما لنعاش البساتين أو الحقوق على ما تبقى ستزداد الهجرة بصورة عامة من محافظة الديالة سيد تحسين ماذا عن الاستهلاك غير الرشيد يعني بالتوازي مع ذلك تشير التقارير إلى أن بحيرة ساوى في طريقها إلى الجفاف الكلي ما أثر حفر الآبار الارتوازية والاستهلاك غير الرشيد في جفاف الوحيرة هل من تأثير ما هو هذا الخطأ أو نتيجة الضغط اللي تعرضت له وزارة الموارد المائية الضغط الداخلي أنا أقصد قاصة بعد انحسار المياه وبالذات نهر الفرات يعاني معاناة الفرات أكبر من معاناة نهار دجلة الطاقات بصورة عامة انحسرت انحسار جدا قوي يعني احنا الاطلاقات اللي كانت تجي عبر الفرات بـ 500 متر مقعب بالثانية اللي 58% حصت العراق والباقي السورية أصبحت الآن لا تأتي أكثر من 150 متر ووصلت أيضا إلى الصفر في هذا الموسم يكاد يكون أيضا الآن تعرضت البحيرة السلسار العاشف العرزاجة وكذلك الآن أيضا تعاني من الجفاف فقدت من خزينها استراتيجي ما يقارب هي حدود الـ 40 مليار متر مقعب الآن لا توجد أكثر من مليار ونصلها مليارين متر مقعب أما ما يخص بحيرة ساوة وجنافك أيضا تكلمت نعم هي الاستخدامات الزائدة أو العشوائية باستخدام الآبار الارتوازية ولتيجة عدم السيطرة وهذا جانب تتحمل الحكومات المحلية أنه لا يكون على عاتق الوزارة الموارد المائية كون أن الخطة الزراعية وإدارة الموارد تكون بها سلطة المحافظ الذي يعتبر رئيس اللجنة الزراعية العليا فتشهد محافظة المتنى حقيقة فوضى بحيث أصبحت هناك أكثر من أحلى صايتون أكثر من 2000 بيرد توازي بصورة عشوائية الآن بدأنا أن نفقد الخزينة الستراتيجية أما بالنسبة للبحيرة تساوت بجنابك الكريم والبشاهد الكريم أن هذه البحيرة أساسا المالحة وإحتاج عليها نوع واحد من الأحياء السمكية إضافة لذلك هي معلم حضاري بالنسبة لها كانت على مرشحات نهر الفرات يعني لا هذه البحيرة فهذه البحيرة كانت تكون الآن معدومة فقدت وصلت أيضا إلى مرحلة الصدر هي الآن في مرحلة جفاف تان وفقدت الحي المولتان الوحيد الذي موجود به وفقدت المعلم السياحة مالته كان من الممكن الحفاظ عليها هنا أيضا كان من الممكن أنا قلت نتيجة الضغط على وزارة الموارد المائية واستهلاك كميات كبيرة من المياه كان من المفروض تقليل الخطة أو السيطرة عليها وإنعاش الأهوار والبحيرات كون ذلك سيؤثر أيضا بجانب الاحتباس الحراري عفوا أستاذ تحسين دائما تقترن هذه الأزمات بتصريحات حكومية من هنا وهناك مستشار محافظة ديالا في تصريح له يقول المحافظة بحاجة إلى 130 مليار دينار لتجاوز أزمة الجفاف دائما هذه التصريحات تخرج من المسؤولين الحكومين هل ترى هذا الأمر علميا أو منطقيا أو فعلا هو حل يمكن من خلاله التجاوز الأزمة برصد 130 مليار دينار أستاذ الكريم أخذتني موضوع ثاني وهذا عدنا بوجهة نظر ثاني يعني للأسف الشديد أنا راح أطلق لك مقارنة ويمكن المشاهدين يكون أنت تلاحظ اليوم أنه من قيس الموازنات اللي موجودة قيس موازنات أربع دول اللي هي السورية 14 مليار وعمال الأردن 7 مليار ومصر 24 مليار وإيران 48 مليار وتعداد نفوسهم أربع ضعاف تعداد نحوس العراق وموازنة العراق 108 مليار ولاحظ أن هذه الدول استطاعت أن تنشئ السدود وتحرف ممرات وتقوم بحصاد المياه وهي الآن تنتج وتصنع وتزرع وتصدر وأصبح العراق إذن هذه المشكلة نرجع إلى كلامي الرئيسية الجانب الأول وهو الفساد اللي أخطر من العراق والجانب الثاني أيضا التعدد مصادر القرار اللي أفقدته أولوياته يعني ملف سيادي ملف المياه أن الله سبحانه وتعالى خلق أثمن شيء بعد البشر هي المياه بعد الإنسان هي المياه أنه هذا الملف بيكون بغياب فاقة المركزية ويوم ملف دولي مهم بالمناسبة يعني اللي أخطر من هذا اللي يرصحت عنا وكالة الاستقبارات الأمريكية بعدما رفعت السرية عن ملف المياه أنه العراق أيضا حيدخل ضمن 11 دولة مهدد أيضا بالأمن الغذائي ومهدد بالتغيير المناق والتوترات الدولية وتشمل حتى آثار على الأمن القومي هذا الجانب المياه جانب صعب جدا شكرا جزيلا أستاذ تحسين الموسوي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية